وتجد السموة وتجد الخلود كلها ولملاوة هذه الآيات هي التي تحدث عنها مولانا سبحانه بلفظ العظمة ولسان العظمة لما قال في آية كلها عظمة إنا نحن نزلنا الزكرة وإنا له لحافظون معلوم أن الله قد أنزل من السماء مئة وأربعة كتاب وصحيفة جمعت كلها في أربعة كتب هذه الكتب الأربعة هي الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن وهذه الكتب ذكرت بأسمائها ومسمياتها في القرآن يعني ربنا تحدث عن الزبور في القرآن والزبور تنزل على نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو سيدنا داود عليه السلام وسيدنا داود ذكر في القرآن في 16 آية وتحدث الله عن التوراة والتوراة معناها التعاليم والتوجيهات يعني كلمة التوراة معناها التعاليم والتوجيهات وهذه المعجزة تنزلت على سيدنا موسى عليه السلام وبالمناسبة سيدنا موسى هو من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن على الإطلاق سيدنا موسى ذكر في القرآن في 136 آية ثم الإنجيل طب الإنجيل معناه إيه؟ الإنجيل معناه البشارة لماذا؟ لأن من تنزل عليه الإنجيل وهو سيدنا عيسى عليه السلام هو النبي الوحيد من بين الأنبياء الذي جاء مبشرا صراحة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في قول الله سبحانه على لسان كلمته عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سيدنا عيسى كما نعلم ذكر في القرآن في 25 آية طبعا قضية الأعداد وقضية الإعجاز العددي قضية واسعة وقضية مشهدية في القرآن وهي لمحة من لمحات الإعجاز الإلهي في هذا النص الخالد سيدنا عيسى يذكر في 25 آية والسيدنا آدم يذكر أيضا في 25 آية طب ممكن واحد يسأل لماذا؟ فنقول لتشابههما في الخلق أولم يقل الله في الكتاب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون يبقى احنا كده عندنا الثلاث كتب الأوائل الثلاثة الأول الزبور تنزل على سيدنا داود التوراة تنزلت على سيدنا موسى الإنجيل تنزل على سيدنا عيسى ثم القرآن الذي جمع هذه الكتب والقرآن تنزل على سيد السادات وخاتم الدعوات والنبوات سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن جمع في سورة واحدة هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن وهي أعظم سورة في التنزيل كله وهي أول سورة في المصحف يعني لما نفتح المصحف أول سورة في المصحف اللي هي إيه؟ سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن تحدث عنها الإمام السيطي عدد لها ثلاثة وعشرين اسما لكن العجيب أن هذه السورة وهي أول سورة في المصحف ليست أول سورة في التنزيل إننا كما نعلم ولو سألت القاصي والداني عن أول سورة نزلت فلا يقولن لك أن إن أول سورة نزلت هي سورة العلق سورة الفاتحة خامس السور في التنزيل هذه السورة جمعت الوحية السماوية كلها ولخص الله فيها القرآن كله ولذلك إحنا عندنا من أسماء الفاتحة أنها أم الكتاب أنها أم الكتاب لماذا أم الكتاب؟ لأن كل ما يأتي بعد الفاتحة مشتمل على ما تضمنته الفاتحة بمعنى مبسط الفاتحة تحدثت عن العقيدة الفاتحة تحدثت عن العبادة الفاتحة تحدثت عن المعاملة وكل القرآن بعد الفاتحة يتحدث عن هذه الثلاثة يتحدث عن العقيدة يتحدث عن العبادة يتحدث أيضا عن المعاملة والفاتحة جمعت في آية واحدة وهذه الآية هي أوسط آية في هذه الصورة الوسطية باب واسع في الكرآن والوسطية صفة من صفات هذه الأمة ولذلك جمع الله الكتاب كله في أوسط آية في الفاتحة وهي قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين والله وصف هذه الأمة بالوسطية لما قال لها وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا طبعا الآية دي نسمعها ونقرأها ولكن تتضمن على إعجاز في الكرآن ما هو هذا الإعجاز هذه الآية هي آية الوسطية وهذه الآية أوسط آية في سورة البقرة نعلم جميعا أن سورة البقرة أطول سورة مدنية وهي أطول سورة في الكرآن كله آيات سورة البقرة مئتين ستة وثمانين آية يعني نصف هذه الآيات كام مئة تلاتة واربعين اللي هي آية الوسطية وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً هذا الكرآن اجتمل على قصة هي أحسن القصص وهذه القصة هي قصة نبي الله يوسف عليه السلام